رح نلقى فيها نظرة على الوضع العام ومن ثم الوضع المالي الصعيد الصحي لدينا أيضا الصعيد العاطفي والأخبار المتوقعة في المستقبل الرسالة العامة لك يا برج الحمل أن هذا الوقت هو بداية جديدة لأن ترجع لنفسك لأن أشوفك صار لك فترة تعطي الآخرين لحد ما أنت استنزفت فالحين جاء الوقت أن ترجع لنفسك تكون أنت سعيد ومتصالح مع نفسك من الداخل بحيث ينعكس عليك هذا الشيء داخلا وخارجا هذا الوقت هو وقتك أنت يا برج الحمل وأنت استحق السعادة أول كرتين تبع الطاقة العامة عزيزي برج الحمل أنت لديك بداية جديدة لديك حاضر جميل فيه فرص جديدة فيه أشخاص فرص معينة هي اللي قاعدة تطرق بابك هي اللي قاعدة تقول لك افتح الباب أو اسمح لي بالدخول عطني فرصة حتى ما تكون فرصة بيزنس فرصة عمل استثمار علاقات عاطفية علاقات أسرية بغض النظر أنت لحد الآن متعلق في الماضي وكثير التفكير في الماضي برج الحمل أنت كثيرا لازلت تعيد في الأشرطة والتسجيلات اللي حدثت عندك في فترة من الزمان في السابق لحد الآن أنت تتفكر بنفس النمط وتتوقع من الأشخاص والظروف أن يكون لها نفس النتيجة يعني احتمال إذا فشلت في مشروع قبل ثلاث سنين عشر سنين أنت تتفكر أن حتى المشروع القادم ما رح يكون ناجح ونفس الشيء على الصعيد العاطفي وعلى الصعيد العملي فالرسالة لك اليوم أن لديك أربعة أكواب ركز على الحاضر الجميل لأن الحاضر عندك مثل البذور اللي أصبحت الآن زرعة صغيرة وفيها براعم عليك أن تعتني فيها عليك أن تغذيها تهتم فيها لأن هذه هي طريقك إلى السعادة السعادة لن تصل من كوب واحد إلى عشرة أكواب كيعني كسحر ساحر المطلوب التدرج فأنت عندما تقنع بالوضع الحالي الموجود عندك وتقتلع أن من هذا الوضع البسيط أنت تستطيع أن تفعل أكثر وأن تنتج أكثر وأن تصل إلى مرادك في الحياة هذا هو الشيء اللي أنت محتاج أتعرفه لأن عندك أيضا تسعة الأكواب مثل ما قلت لك أنت لا تتعير الأشياء الموجودة حاليا في حياتك ذاك الإهتمام بسبب أنك متوقع أن تعطيك نفس النتيجة السابقة ومتوقع أن اللي ما نجحت فيه في السابق ما رح ينجح في المستقبل ولكن التارو يخبرك أن كل أحلامك حان الوقت أن تتحقق حان الوقت أن أنت فعلا تحدد مع نفسك شنو تريد في الحياة وتتجه نحوه تبدأ في خطوات صغيرة ما في أي مشكلة ابدأ في خطوات بيبي ستبس مثل ما نقول ولكن توجه خل عندك توجه نحو حلمك نحو الأشياء اللي فعلا تسعدك لأن بهذه الطريقة أنت رح توصل كرت تحقيق الأمنية إذا كانت عندك أمنية معينة في بالك تجتمع مع شخص معين تكون سعيد في مجال تجارة أو بيزنس أو أي مجال ثاني عندك كرت تحقيق الأمنية ولكن عليك أن تغير شوية من تفكيرك السلبي شوية أو المتعلق بالماضي إلى أنك تركز على الحاضر ولكن لا تركز على المستقبل كثيرا لأن أيضا تركز على المستقبل رح يخليك تعيش في توتر وترقب وتسأل عن التوقيت متى ومتى رح يحدث اللحظة اللي أنت تسأل فيها عن التوقيت علم أنك غير وافق في دربك فالرسالة أنك أو النصحة أنك تكون عايش في الحاضر لا تكون عايش في الماضي ولا تكون جدا تترقب المستقبل بطريقة جدا هواسية عشان طقتك تكون موضوعة ومركزة نحو ما تريد تحقيقها الوضع المالي عندك هي برج الحمل جدا ممتاز أنت خارج من مرحلة كان فيها الكثير من الالتزامات الكثير من المسؤوليات المالية احتمال عليك ديون لكذا شخص في الفترة السابقة احتمال كان عندك أشياء أو في أشياء معينة تريد أن تشتريها تنجزها ولكن ما تستطيع لأنه كانت أيضا لديك الكثير من الالتزامات وطبعا أنت اخترتنا في الفترة السابقة تأدي ديونك أول أو مثل ما نقول أن تعيش على قدر ما لديك من الناحية المالية أنت خارج من هاي المرحلة أحس أنك في مرحلة نهاية الدين خلاص تقريبا أديت المسؤوليات اللي عليك باتجاه الأشخاص أو المؤسسات وداخل في مرحلة جدا جميلة عندك الخماسي الأول وهو يكون بداية لكل شيء أفضل يتبعه البداية وأقوى شيء في رقم واحد أنت عندك بداية الخماسي احتمال أنك ابتدت في مشروع أو مقبل على مشروع مقبل على عمل جديد رح يأتيك مبلغ من المال من أشخاص إما عن الطريق هدية أو إما عن طريق يحتفلون فيك ترقية أو احتفال على الصعيد الشخصي أو أيضا في أشخاص كانوا مديونين لك من فترة والآن سيرجع لك الدين سيدفعون ما عليهم وسيأتيك مبلغ مالي يساعدك أيضا على البدء في مشاريعك الجديدة اللي أنت مقبل عليهم فهذا الطابع اللي عندي أنت انتهيت وداخل على مرحلة جديدة مشرقة وقوية أيضا دخولك قوي فلا تفكر كثيرا ولا تخاف ولا تحس بالتردد لأن أنت مستعد وعندك أيضا القيادة اللي تحتاجها من أجل الأمام على الصعيد الصحية برج الحمل عندك كارت دامون وهو القمر برج الحوت وعندك أيضا ملك الأغصان اللي قاعدة أشوفه احتمال النكف السابق سويت تحليلات طبية سويت فحوصات كان احتمال تعاني من بعض الأعراض ما راح أقول مرض المرض بالعادة يكون يعني مزمن ولكن أعراض معينة لمشكلة بسيطة وعكة صحية تمر فيها التارو قاعد يخبرني أن كل اللي مريت فيه هو عبارة عن عوارض عوارض الألم من الماضي عوارض التفكير الكثير تعارف يعني التفكير والحوس وأنك تعيد وتزيد في مواضيع ماتتها وانتهت من فترة كثيرة هذا لا يخدم صحاتك في احتمال في الفترة السابقة جسمك كان قاعد يخبرك أن احتمال فيه عندك بعض الأشياء زايدة بعض الأشياء ناقصة شوي السكر وشوي الضغط ولكن هاي مجرد مؤشرات عشان تحطك أنت على الطريق الصحيح ليش؟ لأن العقل السليم مثل ما قلون في الجسم السليم لما أنت ما كنت نفسيا مرتاح لما ما كنت سعيد ما كنت تحس أن في بداية مشرقة لك احتمال أنك كنت متشائم في السابق فهذا أثر على صحتك النفسية جدا تؤثر على الصحة عزيزي برج الحامل فلازم تكون حذر في طريقة انتقائك للطاقة للتفكير للتواصل الرحاني هذا جدا مهم ولكن وضعك الصحي جدا ممتاز وقوي لديك أقوى ملك يعني من ناحية الجسدية ملك الأغصان هو أقوى ملك أو ثق ملك وهذه أيضا طاقتك أنت يا برج الحامل طاقة نارية فأنت في طاقتك يعني أنت في موضع قوتك جسدك قوي جسدك لا يشكو من أي شيء فلا تفكر بسلبية أو تبتدي تدخل نفسك في دوامة أنا مريض أنا عندي السكر وأي أحد تلتقي فيه لم ترى من فترة تخبرني أنا عندي سكر عندي حصى عندي هذا غير صحيح أنت قاعد تتوهم نفسك بهذه الأفكار أنت صحيح وأنت قوي مجرد الأشياء اللي عانيت منها في السابق كانت مؤشرات أو عوارض مثل الدقة اللي تخبرك أنه في شيء أنت كنت قاعد تسويه من فترة طويلة باتجاه نفسك ما يخدمك وغير صحي لا يفيدك لا جسديا ولا عقليا فاللحظة اللي أنت تقلب فيها طاقتك إلى الطاقة الجديدة المتوفرة عندك راح تعرف فعلا أن أنت صحيح واحتمال أنه راح تقول بينك وبين نفسك أن صحتك لم تتغير كثيرا بالعكس تحسنت على الفترة السابقة وهاي فرصة جدا ممتازة أن أنت تعيد حساباتك تأكل أكل صحي أفضل تحتم بنفسك لو كنت من فترة طويلة لم تمارس الرياضة بالعكس ملك الأخصان يقول لك ركز على نفسك احتم بنفسك أنت قوي بطبيعتك ولكن دائما تحتاج إلى أن تعمل على نفسك تعطي لنفسك وقت ومجهود تحتم بأكلك وبكمية الأكل وتذكر الأشياء اللي عانيت منها مجرد عوارض تخبرك عن وضع غير محبب ووضع غير جيد بالنسبة لك على الصعيد العاطفي عندنا ثلاثة السيوف وهي طاقة الألم الجرح العلاقة الثلاثية الخذلان الخيانة أو مجرد يكون تعب يعني كل هاي الخيارات تنطبق على ثلاثة السيوف وأيضا عندك ملكة سوري بيجوف كوب الكوب الصغير لأن هاي برينسس مو كوين وعندنا الغصن رقم واحد مثل ما قلت لك البداية دائما رقم واحد هو يكون أقوى شيء وأقوى بداية من أجل المستقبل اللي قاعدة أشوفه إن أنت انتهيت من مرحلة كان فيها احتمال مع شريك مع علاقات معينة كان فيها ألم كان فيها خذلان بغض النظر عن السيناريو اللي حدث سواء الشخص خانك أو سرقك أو أذىك أو تحس إنه كذب عليك انت انت متعافي بغض النظر عن القصة اللي تخبر بها نفسك التاريو يخبرك إنه انت متعافي وانت تستطيع أن تقلب الأمور من الجرح إلى السعادة مجرد اختيار شلون؟ لأن أنت عندك الغصن الأول فيه علاقات معينة تدخل حياتنا أو أشخاص معينين عشان هو فعلا يسببون الألم الخذلان التعب البكاء ولكن هاي العلاقات إحنا نتعلم فيها عن نفسنا أشياء كثيرة نتعلم فيها عن قوتنا نتعلم فيها عن إرادتنا نتعلم إن إحنا ممكن نكون سعيدين بغض النظر عن تصرفات الأشخاص اللي حولنا يعني الرسالة لك على الصعيد اللي عطفي إنه لا تجعل تحركات الآخرين اللي حولك ثلاثة يعني فيها أشخاص آخرين لا تجعل هذلين الناس اللي حولك شوء أن كان شريك أبناء أصدقاء زملاء عمل لا تجعل تصرفاتهم هي سبب سعادتك أو تعاستك لازم أنت تكون مسؤول عن مشاعرك وتنتقيها بعناية أنت المسؤول عن مشاعرك وردت فعلك لتصرفات هؤلاء الأشخاص هي اللي تحدد أن أنت رح تكون سعيد فعلا أو رح تظل تعاني وفي دوامة أنه فلان عمل كذا وفلان عمل كذا وقبل خمس سنوات هو أيضا عمل كذا هاي القصة اللي أحس أنه قاعد تعيدها بينك وبين نفسك أثرت عليك على صعيد جدا كبير حياتك بشكل عام طالع عندك هالطاقة فالتر يخبرك أن أنت مجرد أنك تتخلص من هاي المرحلة تكون في سلام فقط أنك تتوقف عن إخبار القصة للأشخاص اللي حولك وللناس معناته أنك خلاص عشت التجربة انتهت منها خرجت منها بسلام ومتعافي وداخل مرحلة التعافي من السيوف إلى الماء قد لا تكون البداية الكبيرة يعني ما تستطيع أنك تستيقظ بين يوم وليلة وتذهب من مرحلة الخضران إلى مرحلة السعادة ولكن بالتدرج عشان تدري ما عندنا الكوب الكبير عندنا الكوب الصغير page of cups فهي يخبرني أنه مو مشكلة تدرج في تدرجك بداية جديدة سعادة جديدة وأحس أنه سعادتك راح تكون على الصعيد جدا العملي راح تبتدي شيء مشروع حرفة بيزنس حتى مجرد عمل جديد راح يكون فيه أيضا سعادة ليس فقط مصدر جديد للأموال ولكن سعادة قلت لك يا برج الحمل راح تكون ترجع إلى نفسك إلى طبيعتك النارية ولكن باستقرار وسعادة فهذه هي الرسالة الواضحة لك على الصعيد العاطفي أن تتوقف عن إخبار القصص الحزينة اللي أنت مريت فيها لأن الجميع الجميع مر بقصص حزينة ولكن كيف أنت تعاطى معها هو اللي يحدد مصيرك في المستقبل فعليك أن تكون حذر عزيزي برج الحمل إذا أنت تنتظر أي شيء معين في المستقبل موضوع بخصوص الهجرة بخصوص الفيزا مشروع معين علاقة زواج أنت مكتوب لك النصر المحتوم إن شاء الله في المستقبل لأنه عندنا كرتك وهو كرت الإمبراطور واقف أحسه خصوصا في هاي القراءة جدا أنت في عنصرك عنصر النار وكرتك رح نختم القراءة بكرتك أنت يعني في النهاية اللحظة اللي أنت فعلا تأخذ فيها قرار أن تنتهي وترجع إلى نفسك وترجع إلى سعادتك رح يكون فيها نصر بالنسبة لك عندنا السيف بداية جديدة مع الإمبراطور هو خليط يعني أن نصرك لابد منه ولكن أنت بيدك أن تؤخر لنفسك هذا الانتصال والحصول على الأمنية أو تعجلها فإذا احتمال تنتظر شيء معين عن مشروع موافقة على مشروع أموال معينة تأتيك من بزنس معين خبر جديد بخصوص ارتباط زواج هذه الفترة القادمة جدا ممتازة لأن أنت طاقتك موجودة في عنصرها ولكن فقط المطلوب لنك أن تتوقف لأن أيضا لدينا ثلاثة السيوف بإمكانك أن تتخلص من هذه المرحلة عشان تدخل في المرحلة الجديدة المشرقة الإمبراطور جدا قوي في هذه القراءة أحس أن قاعد يخبرك أن أنت الشخص الوحيد اللي باستطاعتك أن تمنع السعادة عن نفسك لأن السعادة أردي تنتظرك والنجاح حليفك والنصر أيضا حليفك رح أسحب لك كرت أخير سوري كرتين كرت واحد تبع النصيحة والكرت الثاني نحو ما يجب عليك أن تعرفها والكرت رح يكون النصيحة لشهر أبريل يا برج الحمل أوكي يو أر لمتلس يو أر لمتلس وراها لايك أترايكس لايك بالضبط ملخص القراءة في هاي الكرتين إذا أنت لايك أترايكس لايك كل شيء تجذبه رح تجذب ما هو شبيه لك فلازم أنت تكون حذر من طريقة تفكيرك من طاقتك من طريقة عبوسك وأخبارك للقصص الحزينة وتعلقك في الماضي لأن هاي اللي راح تجذبه إذا استمررت على هاي الطريق المزيد من السيوف إذا ابتديت في النظر إلى البداية الجديدة القدرات اللي عندك الأشياء اللي تقدر تحققها حتى لو كانت بسيطة ومجرد أنك تنظر إلى الجانب الآخر الجانب المشرق هو فعلا رح يكون بداية مشرقة لك وتحقيق لما تتوقعه فكن حذر في اختيار أفكارك طاقتك وما تتوقعه كن حذرا في إخبار القصص للآخرين يعني عندما تلتقي بالآخرين ممكن الثاني عيشون نفس الظروف المالية وعندهم نفس المبلغ في البنك واحد منهم يقول يمشي ويقول الحمد لله الله ما قصر معاي بشي أنا عندي كل شيء أحتاجه الثاني عنده نفس المبلغ في البنك أو أكثر ولكن دائما يتحدث عن النقص في الأموال في الحب في الزواج الفشل فكن حذر القصة اللي تخبر الناس عنها هي اللي فعلا راح تتحقق لك في حياتك فكن حذر اختار بعناية وأيضا عندك كارت you are limitless شنو قلت لك برج الحمل انت في طاقتك طاقتك مفتوحة لك تستطيع أن تكون في عنصرك عندنا حيوان أحادي القرن في الصورة أحادي القرن والقرن اللي يملكها فوقراسها هاي يمثل نفس الشيء نفس السيف طاقته تقريبا نفس السيف عندك بداية جديدة عندك اكتشاف مهم عن نفسك حان الوقت أنت تكتشف ما الذي أنت تستطيع أن تحققه من أجل نفسك وتجلبه مثل الساحر كارت الماجيشن أنت تستطيع أن تنجز لنفسك كل شيء ولديك أيضا كل ما تحتاجه فلا تفكر أن أنت ليس لديك الكثير بالعكس لحد الآن في هاي المرحلة من أجل المستقبل أنت لديك كل ما تحتاجه فلا تجلس وتخبر الناس أو تخبر حتى نفسك أن أنت لا لحد الآن لم توصل وإيضا رح اسحب لك كارت واحد بخصوص ما يجب أن تعرفها أو المفاجآت المخبئة لك في شهر أبريد المفاجآت المخبئة لك المفاجآت المخبئة لك المفاجآت المخبئة لك جدا قريب لك الصورة هاي الكارت قريب من كارت الساحر اللي تحدث عنه قبل شوي لديها كل العناصر وهي قاعدة تحاول تخلق شيء جديد فإن جدا من المهم أن تدرك أن على هاي الطاولة طاولة حياتك لديك كل ما تحتاجه حاليا في هاي الوقت لديك الملابس اللي تحتاجها الأشخاص اللي تحتاجهم عشان تاخذ أول خطوة فطريقك الجديد نحوح حياتك لأن تريد أن تعيش فيها خمس شهور من الآن خمس سنين من الآن أن تملك كل ما تحتاج فمن أجل بالك حاليا يجب عليك أن فعلا تكون سعيد متصالح مع نفسك تدرك هاي الواقع وتكون جدا عكس التشاؤم شنو متفائل متفائل بخصوص المفاجآت اللي إن شاء الله رح تأتيك في المستقبل أنا ما أحب العادة أحدد وقت معين لأن الوقت يختلف كلكم يا برج الحمل ما رح تتصرفون بنفس الطريقة فاللحظة اللي أنت تنتهي فيها من الماضي بغض النظر عن التوقيت أنت رح إن شاء الله تدخل في البداية الجديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر